السلام عليكم و اهلا بكم كلام كتير بشوفه في التعليقات وفي الجدود على منصة اكس عايزة نقشوا مع حضراتكم النهاردة بعد اذنكم فيه ناس بتقول انديل انت متنقط انت يوم مع حماس و يوم ضد حماس يوم تفخم في حماس و يوم تشتم في حماس انت ايه الحكاية هو انت بتقبط فلوس من قطر ولا ايه ما انت طالع لنا من كم يوم بتمدح في الدور القطري انديل انت بقيت متلون و بقيت غامض و بقيت مش مزبوط هي الفلوس بتجي منين بالزبط وفيه ناس تانية بتقول انت بتاخد من السعودية فلوس ده انت بتاخد من السعودية شويلة فلوس طيب خلينا نتكلم مبدئيا تزبزبي في تأييد حماس والغضب عليها او الغضب منها او تبيان حقيقتها الاصلية ده امر طبيعي جدا ليه يا فندم لانه في الاساس انت بتتكلم مع واحد عارف ايدولوجية حماس عارف فكرة حماس عارف ولاء حماس عارف كل حاجة ممكن تدخيلها وحشة عن حماس عارف حماس في المقام الاول قازت بلده قد ايه وضغت مصر قد ايه فطبيعي انا من جوايا ما بحبش حماس ومش متعاطف معاه بس حماس دلوقتي بتحارب الصهاينا فانا غصب عني اي حد يحدف على الصهاينا طوبة حتى ولو كائم فضائي من كوكب فيجا انا واقف معا قلبا وقلبا ده بالاضافة للأهم سيبك من رأي الشخص يعني انا ممكن رأي الشخص ده اصلا ما اقولوش في اي فيديو انه وجود حماس وانتصار حماس وبقاء حماس على ارض فلسطين وعلى ارض غزة تحديدا هو هدف للدولة المصرية ومكسب للدولة المصر فبناءا عليه انا اصير في هذا غكب بغم ان انا من جوايا مش طايق حماس عشان كده تلاقيني فيديو بطلع خبط في حماس وفيديو تاني بفكرك انو احنا برضو مهما كنا بنخبط في حماس فلازم نوقف معاه مرحليا طبعا ده بالاضافة اني في حاجة غايبة عن حضراتكم او عن بعض حضراتكم انو انا في غالب الاحيان انا بنقل تأرير او بنقل المقال بيكون جاي من صحيفة اسرائيلية او اجنبية امريكية بريطانية زي ما تكون فمش معنى ان انا بنقلك المقال ده وناقش المقال بناءا على وجهة نظر كاتبه وافصص لك الكلام اللي هو بيقوله ان انا بتبنى الكلام ده فيه فرق كبير ما بين ان انا اقول لك وجهة نظري وان انا اقول لك وجهة نظري الكاتب وحللها لك وفصصها لك بناءا على وجهة نظره وساعات بنرد عليها يعني ساعات بنقوله هو الكذا بس ده ما ينفعش ده مش راكب مع الأحداث ده شكله بيأفور ففي فرق من إن أنا نقلك وجهة النظر اللي مش بتاعتي ووجهة النظر بتاعتي وجهة النظر بتاعتي حضرة طبعا يعني أنا مش خارق نشرة أخبار أنا أدعي إن أنا محلل وأدعي إنه الكثير والكثير جدا من تحليلات المستقبلية لأحداث كتير حصلت سواء في المنطقة العربية أو على مستوى العالم فقصة إن أنا في يوم أطلع هاجم حماس ده الأمر الطبيعي وده الأمر الواجد وأنا طول عمري بقول عليها سماح وطول عمري بقول هم فيما تورونا أنتوا الصواريخ الفشنكي أنتوا 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 بس النهاردة على الأرض هم عملوا حاجة أي نعم هي رجعت بالوبال على أهل غزة ولكنها حركت الماء العكر إحنا عايزين حل الدولتين إحنا محتاجين لحل الدولتين ومش حكون خارج عن إطار مصاري الدولة المصرية إنه رئيس السيسي بيطالب إنشاء حل الدولتين وإنه حتى ولو تكون الدولة الفلسطينية هي دولة منزوعة السلاحة في ناس كتير هاجمت الرئيس في الموضوع ده وأنا طبعا مش مع دولة فلسطينية منزوعة السلاحة ولكن أنا على يقين إنه دولة فلسطينية منزوعة السلاحة هي حتتسلح في يوم الأيام مش حتتسلح على مستوى الجيش ممكن ولكن حتتسلح على مستوى الحركات الموجودة ما هي المفروض إن غزة دي قطعة أرض ذات حكم ذاتي ما فيهاش أي جيش وما فيهاش أي سلاح وما فيهاش أي حاجة وديك شايف الدنيا فيها ماشي أزاي فأنا مع سياق الدورة المصرية الدورة المصرية شايفة إنه من مصلحتنا وجود حماس دلوقتي في الفترة الحالية بس أنا من جوايا ما بحبش حماس مش متعاطف معها بكرهها عارف ما خزيها عارف ما سويها فتلاقيني متزبزب ما بين الحاجتين مرة كده ومرة كده ولكن في الغالب لما بنقل لك وجهة نظر أجنبية فأنا مش بقول لك وجهة نظر بس وجهة نظري بتبين برضو وإن أنا آه داعم لأي رصاصة وداعم لأي دبابة وداعم لأي عسكري إسرائيلي تخرتق في الحال على إيد حماس بقى على إيد الجيش الصليبي على إيد البوزيين على إيد الجيش النازي ما بتفرقش معين إحنا مصريين يعني ضد الصهايمة إحنا مش مطبعين على فكرة عشان فيه ناس بتقول لك أنت مصر أول دولة طبعت لا إحنا أول دولة عملت اتفاقية سلام حاولت ننضف مخك شوية لكن التطبيع الشعبي لا آه فيه تطبيع على فكرة فيه ناس مطبعة يعني فيه مصريين متجوزين من إسرائيليين مش هقول لك لأ فيه مصريين مشاركين إسرائيليين في بيزنس بس دول كان في دولة فيها 110 مليون بنا يدم ولا حاجة يعني لو قلت لك ربع مليون مثلا بالكتير فانت بتتكلم في ربع من مية في ربع في المية يعني يعني انت فاهم يعني ربع واحد في المية ده لو كان الرقم ده ده لو كان الرقم ده الرقم أصلا كله على بعضه بحسب ما تم إعلانه على فترات انه لا يتجاوز عشرين ألف مصري في منهم متجوزين صهاينا وفي منهم بيشتغلوا مع صهاينا عشرين ألف مصري ده أنا بقول لك ربع مليون ربع مليون مش حاجة بالنسبة لعدد السكان المصريين فإحنا في مصر مش مطبعين إحنا في مصر عدونا الأبدي والأزلي هي إسرائيل وعدو العرب الأبدي والأزلي هما اليهود والفرس والتركي خلي بالك عشان تبقى فاهم بس وأي دولة بتتناغم معه يعني لما تلاقي قطر متناغمة مع إيران ومتناغمة مع تركيا فعرف إنه ضد العرب قولا وحيدا بس هي دولة عربية لا بس هي دولة متناغمة مع مشاريع معادية للمنطقة العربية انت قديل أشدت بقطر أهو أنا أشدت بقطر لأنه قطر كانت في الوساطة مع مصر ومع أمريكا وقدروا يوصلوا لوقف إطلاق النار اللي أنا قلت لك عليه إنه انتصار لمصر والقطر هو ما قلت لكش ده انتصار للفلسطينيين ما قلت لكش ده انتصار للمقاومة هو انتصار للفلسطينيين بالمواسبة إنه هو حالة سفك الدماء توقفت فيعتبر أنا كنت نفسنا طب انتصار لمصر والقطر إزاي انتصار لمصر والقطر إنه هم بيحاولوا يفرضوا الوضع الحالي الوضع الحالي بالنسبة لقطر غير الوضع الحالي بالنسبة للمصر هم اللي اتنين بيهدفوا لبقاء حماس والبقاء الوضع كما هو عليه قطر دمارها إنه حماس موجودة فبالتالي سيطرتها على قطاع غزة موجودة من خلال التلاتين مليار دولار اللي بتدفعهم كل شهر بأوامر إسرائيلية خلي بقى لك يعني كذا مرة رئيس المساد بيروح قطر علشان يستحسوهم يلا روحوا دفعوا خلوا الناس تهدخ خلوا الناس تسكت وكلنا شفنا العمادي وهو بيقولهم نبي هدوء فقطر عايزة تحافظ على انفوزها لأنه لو تم القضاء على حماس في دولة العربية تانية حتيجي تحط انفوزها الوضع الجديد مع مسح حماس من على الأرض ده ضد الرؤية المصرية من وجهة نظر فبالتالي مصر في الوقت الحالي متوأمة مع وجهة النظر القطرية بإبقاء حماس كفصيل مسلح سميه مقاوم بقى سميه مقاول سميه زي ما تسميه المهم انه بيناوش موجود طيب يعني انت مش مؤيد لرؤية القطرية في المطلق لا اطلاق قطر عدو صريح قطر بتعادينا بشكل علني طالما الاعلام القطري لسه لحد النهاردة بيعادي الدولة المصرية فهو عدوه صريح قارن كده وانت بتتفرج على الأخبار ما بين قناة الجزيرة وما بين قناة سكاي نيوز عربية تي امارتية الجزيرة لا بتنتقدك وبتطلع أسوأ ما فيك وتعلنه على الشاشة ده بخلاف ان هي بتمول قنوات ومواقع اخبارية كتير جدا بتستهدفك يوميا يوميا ايه ده كل ساعة بتستهدفك فهي عدوه صريح خلاص يعني هي مش مستخبية اخد بالك هي عدوه صريح فانا ماينفعش اتواقم معاها وماينفعش اشتغل معاها وماينفعش امشي في ركابها ولكن في موضوع معين ممكن امشي اه برضو في ناس مش فهم القصة دي هقول لحضرتك حاجة انا قلت لك قبل كده ماتش الكورة والكلام ده في ناس طبعا ما شافتوش بس خلينا اقول لك انا مثلا واحد اهلاوي كويس فنادي بيرامدز ونادي الزمالك بيلعبوا مع بعض طبيعي انه اي حد اهلاوي اكتر نادي ما بيحبلوش الخير احنا صفر شوية يعني هو نادي الزمالك واخد بالك فنادي الزمالك الاهل الاول مثلا مع 25 نقطة نادي الزمالك السابع مع 13 نقطة انادي بيرامدز الثاني مع 21 نقطة فالتنين بيلعبوا مع بعض التاني اللي هو بيرامدز فرق نقط ما بيني وما بينه 4 نقطة يعني لو كسب حقيقي يبقى فرق ما بيني وما بينه نقطة والزمالك في المركز السابع مع 13 نقطة فرق بيني وبينه 12 نقطة فانا بتفرج على الماتش ده هل تعتقد ان انا كاهلاوي ما بيحبش الزمالك بالمطلق هشجع مين طبعا هشجع الزمالك له انه مقفوز الزمالك دلوقتي مصلحة للاهلي انا ماليش دعوة بيرامدز وماليش دعوة بالزمالك ذات نفسه على فكرة انا ليه دعوة بالنادي بتاعي النادي بتاعي بتاعي مكسبه فين مكسبه انه الفريق اللي بيلحقني على ترتيب الجدول يتأخر او يتعطل فالعطلة دي هتكون على ايد العدو اللادود بتاعك وما له انا مع عدو اللادود مرحليا فده اللي بيحصل انا ضد اسرائيل في المطلق وضد حماس في المطلق طب اللي اتنين مسكوا في بعض عروبيا ودينيا وشعبايا انا مع حماس بس انا بكرها واخد بالك انا معها دلوقتي لحد بس المدعكة دي ما تخلص ونحافظ على بقاءها علشان وطنيا انا محتاج بقاءها موجود لانه لو حماس اتشالت زي ما قلتلك حيتشال النفوذ القطري اللي هو عدوه مباشر وعدوه صريح بس هيجي نفوذ تاني ناعم عامل زي التعبان املس بس لدعته القبر وحيعمل لك بقى المشاريع اللي تدرك انديل انت كنت بتخبط في السعودية من كام يوم بتقول ان مصر هتفشل المشروع السعودي ولكن مش بيديها بيد حماس بانتصار المقاومة مصر هتفشل المشروع السعودي اللي قال الكلام ده اكتزق من السياق لان انا بتكلم قلت انه اي مشاريع مشتركة هتدخل فيها دول عربية هتضغر الامن القومي المصري فلازم مصر تتصدى لهذه المشاريع وقلتلك برضو في نفس الوقت انه مشروع خطوط السكك الحديدية اللي هتمتد لإسرائيل هي مش مشاريع سعودية بالمناسبة هي مشاريع اماراتية تم الاعلان عنها فور التوقيع على اتفاقية السلام او اتفاقية التطبيع ولكن مش هينفع تتم من غير وجود السعودية فعشان كده تلاقي انه الامارات بتدفع بتطبيع السعودية عايزة تطبع عشان تعمل مشاريعها عايزة تمد خطوط السكك الحديد وعايزة تمد خطوط البترول وعايزة تخش في مشاريع كل ده في مشاريع كتير متعطلة على تطبيع السعودية السعودية طبعا حتى شرط اولي اساسي لا تنازل عنها كان الاول البدء في مفاوضات تنتهي بانشاء الدولة الفلسطينية المعترف بها من العالم بالكامل بعد كده اعتقد الامور تصعبت شوية تسيبك من قصة الاسلحة والنواء والكلام ده مش قصة نحنا بنتكلم في القصة المهمة اللي هي قصة فلسطين لانه من اكتر الدول العربية اللي شايلة هم القضية الفلسطينية هي المملكة العربية السعودية فانا لما بقول لك لازم ان انا تصدل اي مشروع يضريني ده حقي وعلى فكرة انا لو عملت مشروع كمصر لو عملت مشروع يضر المملكة العربية السعودية او يضر اي دولة بشكل مباشر من حق الدولة دي ان هي تتصدل المشروع ده لا بس انت واضح كده انديل برضو ان انت فلوس قطر شجالة معك حلاوة يعني انت خبطت في السعودية عملت خبط في الامارات للهو نهار انت بتهاجم الامارات طب ما هو ده كده عكس سياق الدولة المصرية عكس توجهات الدولة المصرية اما الدولة المصرية والامارات حبايب ورئيس السيسي في الامارات والشيخ محمد بن زيد في مصر على طول فانت ليه بتعمل كده حضرتك مش واخد بقى فيه فرق بين ان انا اقف لدولة على الوحدة زي كده ما كنا ايام المقاطعة كنا واقفين لقطر على الوحدة ده حتى بعد الصلح كنا واقفين لقطر على الوحدة الفترة لحد ما قطر يعني ذات نفسها بدأت تهدى شوي وبين ان انا انا مع التحالف الرباعي مع العرب كلهم انا بمشتغلش للتحالف الرباعي وبس المغرب مش في التحالف الجزائر مش في التحالف السودان مش في التحالف الكويت مش في التحالف الاردن مش في التحالف اللبنان مش في التحالف الاراق مش في التحالف وكل دول بتكلم عنهم بتكلم عنهم بايجابية شديدة جدا لما بيكون في حاجة تستدعي ولما بيكون في حاجة تستدعي برضو إن إحنا نقف كحائط صد ضد مؤامرة بتحاك لهذه الدول فانا التحالف الرباعي على عينيه وعلى رأسي وأنا معاه قلبا وقالبا وكثير من الفيديوهات بتيجي سيرة الإمارات بالخير بقولها لا أشجب أبدا أي سيرة أو أي ذكر للإمارات بالخير ولكن أنا لما بتكلم على الإمارات فأنا بتكلم في مواضع محددة نقاط محددة لم أعلن في يوم من الأيام العداء على الإمارات ولم أعلن في يوم من الأيام العداء على الشيخ محمد بن زايد احنا تميم ايام المؤاطعة كنا بنمسخرة لكن الشيخ محمد بن زايد على غاص والامارات على غاص حكومة وشعبا ولكن لما بيكون في ملف معين بنتكلم فيه ومن زمان وحفكرك يعني فيه نسبة تقولي ان انا بدأت انتقاد الامارات بالصومة طبعا بيسموها ايه الهجوم على الامارات واشتمت الامارات لا انا باشتمش الامارات انا بدأت انتقد الامارات وحطي ايدي على ادوارها اللي انا شايفها من وجهة نظري ان هي ضد الامن القوم المصري من بداية احداث السودان دلوقتي جال موضوع فرزة برضو انا شايف ان الامارات لها دور ان هي عايزة تجيب محمد دحلان وتحطه على رأس السلطة في منطقة منزوعة السلاح وتعمل مشاريع تدورج الامن القوم المصري فانا بتكلم على ده لكن هل حتى لما تيجي تقولي الامارات عملت كذا او عملت حاجة كويسة اقولك لا حاجة كويسة ولا حاجة لا طبعا عملت دور كويس بنشيد بيه حتى فيديو فات كنت بتكلم فيه على الامارات فاقولتلك خلي بالك انه الاشعاعات كترت على الامارات اه الامارات عندها مشروع فرزة ده حاجتها الشخصية ودي مصلحتها ولكن في نفس الوقت ما انفعش ان انت ترد عليها بان انت تطلع عليها اشعة بان انت تقول انه رجل اعمال اماراتي يتبرع للجيش السهيوني بقى دي كده ومنفعش تقولي ان الامارات بتدعم السلاح الجو الاسرائيلي باسلحة وبطيارات وبتروح تبعت طيارين يضربوا غزة كلام مش منطقي وكلام اهبل وكلام اهوج ماينفعش فمن هنا بقى انا بفاهمك انه انا ماينفعش ان انا اهاجم دولة الامارات في المطلق ولا اي دولة في المطلق على فكرة يعني حتى الامارات دولة حليفة من اكبر الدول الدعم المصري فماينفعش ان انا هاجمها بالمطلق زي ما انا ما مقدرش ان انا وحي هاجم موري تانية اللي ملاقش اي دعم المصري اطلاقك بالمطلق ههاجمها ليه بس لما يكون في تصرف مش متصق مع العروبة مش متصق مع مصالح بلدي هزم ههاجمها في النقطة دي تحديدا فالامارات على عيني وعلى راسي بهاجمها او بنطاقد امور معينة فيها ده حق الشخصي تطلع بقى انت تقولي ان انت اصلاقبطت من قطر عشان كده هاجمت الامارات برحتك عادي اتقال علي كتير يعني انا خليني كده اطلع بقى سياق الحلقة واقولك يعني انا اتقال علي مثلا ان انا ابتزت واحدة ست وخدتها وصورتها في مكتبي وبابتزتها بالفيديو ده ده كلام اتقال اتقال علي والكلام جايلي وصلني من حتة بعيدة قوي ان انا رحت الواحد صاحبي ومعايا اتنين ستات دخلت له بيته ومعايا اتنين ستات فسألت طب صاحبي ده لما انا رحت له بالاتنين ستات عامل ايه وشه حمر وخدر وجاب الوان وما بقاش عارف ايه اعملي وسبلك الشقة ومشي ورفعهم كده ولا عملي طب انا عايز اقول ان صاحبي ده يعني انا غد غد بتاعي على اللي بلغني قلت له على فكرة انا الشخص ده انا دخلت بيته مرة واحدة بس كنا في رمضان وغاية هفتر عنده وسط مجموعة من الناس المعزومين فهل يؤقل ان انا هدخل بيته في رمضان عشان افتر باتنين ستات طب انا جبت الاتنين ستات وما كانش في حد معزوم غيره وغيره كان هو عزي من الواحد هل يؤقل انه في رمضان يسبني مع الاتنين ستات في بيته طب لما انت سبتني مع الاتنين ستات في بيتك والدتك وعيالك واخوتك راحوا فين مشوا معك قالوا لك يلا نوسع لقمديل وده كلام من ضمن الكلام اللي بيتقال فبناء على انه الواحد عارف الاشاعة بتدايق ازاي ماينفعش هو يطلع اشاعات عشان انا مختلف معك انت ارخيص بتطلع اشاعة على واحد مختلف معه ما عنديش مشكلة معاك لكن مش محمد انديل لانه محمد انديل بيتدعي انه بيقدم مادة اعلامية محترمة يعني انا من السهل جدا ان اقول على واحد ده بيروح البلد الفلانية علشان في علاقة ما بينه وما بين واحد هناك الكلام حيتداو فيه ناس حتصدقوا بالمناسبة بس انا هقف قدام ربنا ازاي في يوم من الايام الفارق ما بيني وما بين اي حد ممكن يهاجمني انه الحد ده لما يقف قدام المراية عارف قد ايه هو رخيص عارف قد ايه هو كذاب عارف قد ايه هو منافق عارف قد ايه هو مرتزق لكن انا مهما بيتقال علي مشغلش بالي يعني لما يتقال علي ان انا نصري مش نصري يعني عارف كان فيه فيه مقولة كده بتقالة على سيدنا عمر بن الخطاب انه كان دخل المسجد فبالخطأ ده سعى لرجل واحد فالواحد ده بيقوله انت عمى دي مقولة انا سمعتها مش متأكد من مدى الصحة فسيدنا عمر بن الخطاب قد ولا ففيه حد تقريبا ابنه او حد بيقوله يعني راجل كلمة قاله هو راجل سأل وانا جعبت واخد بالك فانت لما بتقول علي ان انا نصري تقول علي ان انا اشعاري تقول علي ان انا اه ايه اه لا اطاق الله في اهل بيتي تقول علي ان انا اخواني تقول علي ان انا ثوراجي اه ما تقول تقول علي اه اكتر من كده اقول اقول كل اللي عجبك انا مش بتكلم على حد معين أنا بتكلم عموما لأنه ده الكلام المتداول ما هو أنت لما تحب تهد في شخص هد في سمعته هد في شخصيته ما بقفش قدام المغاية وأنا خزيان من نفسي إطلاقا إطلاقا لكن اللي بيقول كده هل هو لما بيقف قدام المغاية لما بيقف يصلي قدام ربنا هل هو مرتاح من جوا أنا عن نفسي ما عنديش مشكلة أن هو يقول كده بس هل هو عنده مشكلة ولا لأ أعتقد أنه ما عندهش مشكلة ليه؟ لأنه من العشرة ومن المعاملة لما بتلاقي حد أنت متوسم في حاجة معينة وتلاقيه على عكسها من عدة نواحي يعني أبسط حاجة أنا ما عنديش مشكلة أن حد يكون بتاع ستات أنت حور ربنا لا حيحسبك لكن عندي مشكلة أن يشوفك بتجذب في حاجة زغيرة ليه؟ لأن كون أن أنت بتاع ستات دي بتاعتك أنت بتاعتك أنت بقى وبتاع الستات اللي أنت تعرفها وربنا حيحسبك عليها لكن كون أن أنا شوفك تجذب في حاجة صغيرة مع حد ما يخصنيش فده يخلينا حط عليك علامات تستفهم لأنك أكيد في يوم من الأيام حتيجي تجذب عليها وده اللي حصل بالفعل ده اللي حصل بالفعل أنه تكذب عليها وتكذب في حقي عادي أنا طبعا مش مسامح في أي كذب عليها أو في حقي وحقي حق ده قدام ربنا ده لو كان اللي قدامك ده على يقين أو على إيمان أنه يعرف حاجة اسمها ربنا استغفر الله العظيم يعني لأنه من كتر اللي الواحد شايفه من ناس معينة بقى عندي قناعة راسقة أنه الناس دي بتاجر باسم ربنا أنه لا هم ما عندهمش هم ملحدين هم بيشتغلوك بس عشان هو ده اللي بيكسب دلوقتي هو ده اللي بيجيب فلوس هو ده اللي بيدي مصداقية هو ده اللي بيخلي الناس اللي قدامك تتوسن فيك الصلاح وتتوسن فيك الخلق الحسن لأن أنت لو عارف أن فيه ربنا ومؤمن به فأنت استحالة حتتمادى في مثل هذه الأفعال استحالة فما ينفعش بقى أن أنا أكون شايف قدامي كمية الإشعاعات على المستوى الصغير وكمية الأكاذيب على المستوى الصغير بتعمل فيي إيه كمحمد أنديل وهو حنا بقى أشنع وطلع إشعاعات وقلتوا اللي بيعملوا بيسووا بيدعموا الصهينة ضد حماس مستحيل أو ضد الفلسطينيين مستحيل ومستحيل أستلم دولة وهجمها في المطلق لما تلاقي واحد ماسك دولة دفاع في المطلق وهجوم في المطلق تعرف أنه هو قابض من حد تاني عشان يشوه الدولة دي أو قابض منها عشان يلمعها وطبعا بنشوف الكلام ده على السوشيال ميديا كتير فأنا لما بتكلم على الشأن الفلسطيني على الأوضاع في غزة أنا متزبزب ما بين كراهيتي لإسرائيل وكراهيتي لحركة حماس فأه بفرح مع كل ضرر بيحصل للصهينة لكن في نفس الوقت برضو مش بفرح للحمسوية فلازم وأنا بدعمهم أفرملك وفاهمك أن نخلي بالك الناس دي أحنا معاها بس الناس دي لا يؤمن جانبها إطلاقا الناس دي هتاكل من إيدك وبعد كده هتعضي إيدك أكتر من كده ما فيش وبتوسم كتير أن هما يغييروا إيدولوجيته ويعرف أنه متأكد أنه ده مش هيحصل استحالة يحصل مع أن هما بيدعوا أن هما لجأوا لإيران وبقوا من أتباع إيران بعدما العرب لفظوهم بس العرب لفظوهم من عميلهم العرب ما لفظوهمش من الباب للطاقة كده العرب لفظوهم من اللي شافوه منهم فأنت لو أعايز العرب أنت اللي ترجع لهم أنت اللي تثبت حسن النية مرة واثنين وتلاتة واقفل الباب في وشك مرة واثنين وتلاتة وانت مصمم أنت تقول لي أنا توبت إلى الله وندمت على ما فعلت أنا عرفت قيمة إخوات العرب فاللي أنا عايز أقوله لك أنه أنا شخص عادي بيفكر قد يصيب وقد يخطئ في المطلق وقد يصيب وقد يخطئ نسبيا أنا مش موجه وده أبسط مثال يعرفك أن محمد أنديل مش موجه ومش مؤدلج محمد أنديل بيتكلم عن قناعاته الشخصية وعن فهمه للحالة السياسية المحيطة بيك وعن فهمه للمصالح المصرية والأهداف المصرية والاستراتيجية المصرية لكن أنا لو مؤدلج أو لو بأبض من جهة معينة سواء كانت قطر أو غير قطر هتلاقيني ماشي على خط واحد ما بيجيش ولا يمين ولا شمال واخد بالك فيطلع بقى غداحين يطلع نباحين هم مش لقيين محتوى النهاردة فإحنا هنتكلم عن محمد أنديل بس مش هنقول اسمه أنت بتعرفني أن أنت صغير وأن أنا كبير أنت مش بتعرفني أنا عارف بالفعل بس أنت بتأكد ده أنت بتأكده ليش أنا أنت بتأكده حتى للناس اللي بتتفرج عليك وحتى للناس اللي بتقول لك الله ادي كمان هم عارفين أن الصغير بيتطاول على الكبير لكن الكبير عمره ما هيعير الصغير أي اهتمام فأرجوكم لما تلاقوا أنه في أكتر من وجهة نظر معروضة عندي على القناة أو على لساني عشان شفت ناس بتقول ده بيقول كلام وبيرجعين فيه بيقول كلام وبيقول كلام متضارب معه التامس العزر اللي قدامك وفهم أن اللي قدامك ده هو نتاج تفكير بشري ممكن يتأثر بحدث النهاردة فيطلع يهاجم فلان ويتأثر بحدث تاني فيطلع تاني يوم يدفع عن فلان اللي كان بيهاجم مبرح أنا نفس بشرية ما أنا لو ممول لو مدفوع لي حمشي على نفس التراك ولا حاجة يمين ولا شمال هتتحطي لي شوية أسامي كده الناس دي معانا وشوية أسامي كده الناس دي ضدنا وشوية دول الناس دي معانا وشوية دول الناس دي ضدنا شو تفضل وهي طب طب على دول أنا لأ أنا لأ واخد بال حضرتك وبعدين قصة ايه انه انت بطلت تتكلم عن قطر انت بطلت تهاجم قطر هو مش انتو قلتولي انه طاعت ولي الأمر واجبة وان احنا في غابتنا بايع لولي الأمر طب انا ولي الأمر علاقته كويسة جدا مع قطر هاجم قطر ليه لما يطلع كلب قطري سواء إعلامي أو دبلوماسي أو أي أن كان ويهاجم مصر لازم أرد عليه طبعا بس في حاجة عايزة أقولها لك هو انت لو متابعني كويس أو عارفني كويس وانت أكيد عارفني كويس كنت هتعرف ان انا من البداية كنت بعتمد حاجة اسمها لا ساعة أنزيل لا ساعة أنزيل دي كنا بنجيب شخصيات تراغدات حوار تلفزيوني مقال وننتقده وننتقد صاحبه ونلسعه على قفاء اشتغلت على الموضوع ده تقريبا سنتين سنتين ونص تلاتة ممكن وبعد كده قلت لا يعني كنا بنعمل اللاسعة وبنعمل التحليل فقلت لا يعني البناة دم كل ما بيكبر كل ما بيهدى فسيبنا الحاجات دي بقى للصغيرين فتلاقي الصغيرين النهاردة هم اللي شغالين لا ساعة ولكن بطريقتهم اللي هي ما قدرش اوصفها طبعا او اقول هي كويسة ولا مش كويسة الناس هي اللي تقول لكن قصة ان انا اطلع بقى والناس تقش في التعليقات وبغط تكبوتنا وهيحت قلبنا وطفت نارنا استفدنا ايه؟ يعني انا شايف ان انت تفهم ايه اللي بيضوح حواليك اهم من ان انا اجيب شخصية او اجيب حد واشتمه فانت ترتاح طبعو انت ما فهمتش حاجة لا بس انا هديت لا مش مهمة ايه ده المهمة تفهم عشان كده كتير من الناس بتقول لنا رجع على ساعة انديل رجع على ساعة انديل وانا يعني عايز اقول لك انه هي اسهل بكتير اسهل بكتير جدا ان انت تجيب بوست او تجيب تغاريدة او تجيب لقطة فيديو وتمسكو تسلوخو فياش تفكير احنا بنجيب البتاع كده بنقعد ربع ساعة كتبنا السكريبت حطوا يلا اقولوا لكن ان انت تقعد تقرأ مقال المقال مثلا تقعد تقرأ بس في تلت ساعة وتقعد تفصص بقى بعد ما تقرأ تقعد تفصصوا سطر سطر وجملة جملة ومقطع مقطع وتقول ده بيروح فين وده بيجيب منين طب ده وراء ايه طب ده مرتبط بالمقال اللي كنا قرينا قبل كده على موقع كذا طب ده مرتبط بتصريحات كذا طب ده مرتبط بالتصرف الفلاني ده بياخد وقت علشان كده ما بشتغلش الواحدي علشان كده فيه ناس بتقعد تجمع الحاجات دي وتحط الاقتراحات بتاعتها او بتحط تفسيرها للكلام اللي هي بتقرأ وبعدين بناخد الكلام ده نقعد بقى نعمله سيارة واعادة سيارة علشان كده لما انا بتكلم بقولك فريق العمل ان انا ما بشتغلش الواحدي ويجي ناس تقولك على على التويتر تقريبا اخبار فلان الفلسطيني والله عمري ما اشتغلت مع حد فلسطيني قسما بالله العظيم تلاتة عمري ما اشتغلت مع حد فلسطيني والشور لمحد فلسطيني على فكرة مش سوبة الا اذا كان حد من الزبالة لكن في ناس فلسطينيين انا عرفهم كويسين في ناس بتتواصل معي على تويتر ناس محترمة جدا ناس عايز اقولك انه ناس بتدخل تكلمني تشتملي في حماس والمواضيع اللي بجيبها من الصحافة العبرية هم اللي بيترجموها لي هو يبعث لي الخبر قال له لا ترجم فيروح يترجم ويجبهولي فابعثه لو حد تاني كلام ده الترجمة دي صحيحة فيقول لي اه تمام خلاص اشتغلها لان انت ممكن تشوف فيديو على تويتر او على فيسبوك او على يوتيوب بالعبري ومكتوب عليه ترجمة عبري مرة انا عندي باندخالتي قسم عبري فمرة ثلاثين ثلاثة كده بعدت لها فيديو قلت لها قلت لي الترجمة ملهاش على قبل كلام اطلاقا اطلاقا فما ميدحكش علينا يعني بس ف انا زي مانا ولا تغيرت يمين ولا شمال بس هي الاحداث الاخيرة دي انت لازم تختار انت هتبقى مع ايه هل انت هتحكم عقلك واهوائك وتقعد تشتم في حماس وفي اسرائيل ليل وانهار وتقول يلا يولعه في بعضهما الاتنين وهو الشعب اصلا اللي بيولع لانه حماس بتروح تضرب وبتستخبى في الانفاء ولا هتاخد سياسة الدولة المصرية انه حماس تنتصر عشان تفضل موجودة برغم اختلاف الايدولوجيات وبرغم حماس دي بهدلتنا وتعبتنا معاها بس ايس اقولك انه اي حاجة حصلت لنا من حماس كنا احنا السبب فيها يعني احنا اللي تراخينا وسبنا الانفاء لما توصل لالاف الانفاء فطبيعي انه ده هيحصل فيهم للاي ايام ولا تاخد استراتيجية دولة تانية يهمها ان حماس تطقيدي عليها تماما من الصهاينة علشان تخش هي بتقولها وتعمل استثماراتها في المنطقة دي ومن دمن الاستثمارات دي الادرار بمصر يعني عارف لو الاستثمارات دي ملاقش علاقة بمصر مانديش مشكلة تيجي الدولة دي تيجي دولة غيرها مانديش مشكلة بس انا شايف ان هم عايزين يعملوا طريق بتاع ده قناة بنجوريون عايزين يعملوا خطوط سكاك حديد عايزين يفعلوا خط الانبيب بتاعة الاتعسقلان اللي وزارة البيئة الاسرائيلية رفضته فعايزين يفعلوا بطريقة بغية انه الانبيب البترول تمشي في الاراضي الاسرائيلية من الدولة دي مرورا بالدولة التانية اللي لسه ما تبعتش لحد ما توصل لمناع عسقلان وتتصدر من هناك فانت كل اللي انت بتعمله في الملف ده بيستهدفنانا اه انت بتحط استثمارات في مصر ومال ما انت بتحط استثمارات في الصين ما انت بتحط استثمارات في الهند ما انت بتحط استثمارات في اتيوبيا يا رجل ده انت موقع اتفاقية مع اتيوبيا بخمسين مليار دولار انت بقالك عشر سنين عملت وقول انا وانا 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 استثمرت كان في مصر حطيت كان في البنك المركزي يقارنهم ايه بالخمسين مليار دولار اللي مع اثيوبيا واثيوبيا يعني انا مش بقول لك انها دولة عدوة لا ام حبيبكم بس اثيوبيا دي صدرتها على وارداتها يعني بتصدر وبتستورد ب13 مليار دولار في حجم اقتصاد اثيوبيا ايه واحد حيقول لي اثيوبيا دي اسرع اقتصاد ناشئ وصاعد في افريقيا بس الحجم ايه انت واخد بالك انا ممكن يكون اقتصادي 100 مليار واخد بالك عندي معدل نمو 1% سنوي ده معدل منخفض 1% سنويا انا دولة اقتصادي 100 مليار فالسنة اللي بعدها يبقى انا عملت ناتج محلي كام 101 مليار فتيجي دولة اقتصادها مليار اقتصادها على بعضها مليار بس السنة دي ربنا نفخ في صورتها وعملت 2 مليار فهي كده عملت معدل كام معدل نمو كام 100% فهي بقت 2 مليار فلما تيجي تتقيم بقى اعلى الدول تحقيق لمعدلات النمو حتتحط الدولة دين مرة واحد دولة كانت اقتصادها مليار او الناتج المحلي بتاعها مليار بقت 2 مليار وانت بقى عمل حج الناتج المحلي بتاعك 100 مليار وبقى 101 مليار حتتحط في اخر القيمة طبعا قبل الدول السلبة يعني فالقصة بحجم الاقتصاد مش بنسبة النمو فانا ما عنديش مشكلة ابدا ان انت تدعمها بس انت عمل بتهلل والعيال بيهللوا على السوشيال ميديا انه احنا عملنا وسوينا وإحنا ولو لو قفتنا معاك وكان زمانكو غريقت ولا انت مش لو لو قفتتك معا ولا حاجة اولا ما فيش حد بيقف جنب حد لله اللي بيقف جنب حد بيقف جنب حد المصلحة حتى ولو لمصلحة ان اخوك ده لازم يقف يفضل قف على حيله دي مصلحة ما هو انت ايه اللي هيخليك تقف جنبي بتحبني الحب لو حده مش كفاية ده كان اسم فلب تقريبا فاحنا بكنا بنقول دايما انه الدول الكبيرة في الوطن العربي لازم تقف على حيلها ومن ضمنها مصر ومن ضمنها السعودية يعني راسهم مصر والسعودية اهم دولتين في المنطقة وده اللي بيزحل ناس كتير ففيه ناس كتير عايزة تضيح مصر وعايزة تضيح السعودية هيزحب ايه بفلوسه بنفوزه بتمويل المؤامرات عليهم في الخباسة انه حدش ياخد باله لا احنا معاكم بس احنا بنمول عليكم انتم شواردين بالكم واحنا المفروض نعمل نفسنا مش واردين بالك على اساس ان احنا ولا بنعرف نقرأ ولا بنعرف نحلل ولا بنفهم ولا عندنا اجهزة المفروض ان هي عرفة قد اللي انا بقوله ده عشرين تلاتين مرة الا بقى لو كنت انا كل اللي انا شايفه ده غلط وان انا بتفرج على علم موازي فحرجع تاني انا مش عارف اخلص الفيديو ده مش عارف الحكاية حرجع تاني اقولك انه اللي انت بتشوفه على قناتي ربما تحسبه تناقض هو طبيعة ونتاج شحنات عطفية مع شحنات عقلية بيتصرعوا مع بعض بيتضاربوا مع بعض فيما يخص الملف ده لان زي ما قلتلك انا اللي اتنين بالنسبة لي اعداء ان كان اسرائيل او غزة او مش غزة طبعا اسرائيل او حماس فكوني ان انا واقف مع حماس فانا واقف على مضض انا واقف غزب عني مش حبيبها بس لازم اقف معه عشان هم مسلمين اه صحيح هو بيقول النبي الشهيد انا مش عارف هو بصراحة يعني هل هو عنده نبي تاني غير النبي بتاعنا ولا دي حد يكتبالي في التعليقات يعني مين النبي الشهيد بس بيقولوا اشهدوا ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله يا عم ماشي فحاولوا قبل ما تشويهوا قبل ما تتهموا تفكروا هو راجل ده ليه ساعات كده وساعات كده هل ده بيدل انه هو قابض من حد اكيد لا هل ده بيدل انه هو بيتأثر بأحداث اه مع انه عايز اقولك على حاجة دي غلط ودي حاجة تعيب المحلل السياسي لانه لو دخل الهوى في التحليل المنطقي العقلي فهو كده خرج بره اطار التحليل السليم ولكن في حالة زي حالة غزة صعب جدا ان حد يطلع العطفة بتاعته من الكلام اللي بيقول صعب لانه هما في الاول وفي الاخر يردوا الاهلك ولما بتشوف كمية الدم ولما بتشوف عدد الضحايا والاطفال والنساء هتطلع العطفة من جواك ازاي انت كده ما بيئتش انسان انت بيئت جماد فاخوكم على العهد باقي اخوكم مصري عربي زي ما بدأ وزي ما هيكمل لحد ما يموت وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة